اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منظمة الشفافية الدولية تلك المنظمة المعنية في مكافحة الكسب غير المشروع وكشف الدول الفاسدة وموقعها في قائمة الفساد التي تصدرها سنويا تقريرها السنويا لعام 22 اللي صدر في نهاية الأسبوع الماضي ما همنا في هذا التقرير هو موقع العراق تقريرها لسنة 2022 العام الماضي كامل نحن الآن في بداية عام 2023 فاتحدث عن العام الماضي ومثل ما قلت في نهاية الأسبوع الماضي صدر هذا التقرير موقع العراق فيه هو تقول هو الدولة السابعة من بين الدول الأكثر فسادا عربيا موقع سابع عربيا في دول الفساد يعني بعدها تجي أرتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال طبعا هذه كلنا نعرف هذه دول تعاني من مشاكل كبيرة أرتيريا سواء الأرتيريا ليبيا السودان اليمن وسوريا والصومال تعاني من كوارث وهي بلدان في الأصل فقيرة عدا ليبيا وليبيا بها مشاكل كبيرة بلدان فقيرة ليس بها موارد وأيضا فساد عالي جدا لأنه بها خراب ودمار كامل وهي يعني الآن دول ما يسمونها الدول هشة دول فاشلة انتهية لا تعني شيئا ولا أحد ربما يدعمها يعني أعرفي قضية أخرى غير العراق العراق هذا الأمريكا التي قامت به هذا النموذج الخائب الرث منذ عام 2003 لحد الآن وكل الدول الأوروبية وكل العالم وكل الأقليم يدعم النظام الموجود به منذ عشرين سنة وهذا وضعه سابع بين الدول العربية الأكثر فسادا وترتيبة بين الدول الثلاثة وعشرين الأكثر فسادا في العالم منذ عام 2017 لحد الآن هو يتبوء هذه المركز يعني من خمس سنوات لحد الآن العراق في المرتبة 157 من بين 180 دولة ترتيبة 23 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم وهذه كارثة كبيرة من بين 180 دولة العراق من بين الدول الثلاثة وعشرين الأكثر فسادا في العالم ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه في العراق بعد عشرين سنة ليس هناك دولة هناك حكومات فاسدة هناك عصابات هناك ميليشيات هناك خراب هناك نظام اقتصادي غير موجود هناك نظام سياسي غير موجود نظام في كل الاتجاهات بلد بثروات هائلة وبفساد هائل بكارثة كبيرة والآن كل العراقيين يعرفون كل الشعب العراقي يعرف قصة يعني انخفاض سعر العملة العراقية الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية وماذا يفعل في الناس الفقراء؟ خارطة الفقر الآن الدولة تتحدث عن ثلث السكان من الفقراء لتحت خط الفقر تقارير الدولية تشير إلى أنه 12 مليون عراقي من ضمنهم الأمم المتحدة والبنك الدولي 12 مليون عراقي تحت خط الفقر وهذا تحت خط الفقر يعني غير قادر على توفير لقمة العيش اليومية له وليبنائه لذلك الكثير منهم يعتاشون على مكبات النفايات مع الأسف الشديد هذا الشعب العراقي بكل ثرواته شعب يقف على أغنى بقعة أرض لكنه من أفقر الشعوب غالبية الشعب من الفقراء الفساد يعمل كل الأماكن المؤسسة الوحيدة التي تعمل بإتقانه الكل يخدمها كل الأعزاب وكل قوى العملية السياسية تخدمها هي مؤسسة الفساد خدمات معدومة والجدر في كل هذا الفساد هو فساد السياسي فساد السياسي شراء الذمم عدم الوطنية عدم احترام حقوق الإنسان عدم احترام حقوق البلد حقوق الكرسي الذي يجلس عليه المسؤول حقوق وجوده على هذه البقعة التي يتحكم بها يتاجرون بالدماء يتاجرون بالأرواح بالأعراض بالأموال بكل شيء بالأراضي العراق تحول إلى ساحة مفتوحة لتجارة كل شيء واللعب بكل شيء من تجارة المخدرات إلى تجارة الأعضاء إلى قضية كبيرة جدا جدا تجارة الأدوية مصيبة كبيرة ذلك العراق تجده في هذه المرتبة المرتبة 23 من بين الدول الأكثر فسادة في العالم الدول كل الحكومات التي تحترم شعوبها تحاول أن تغلق كل الثغرات التي تؤدي وكل الطرق التي تؤدي إلى ذهاب الناس نحو الفساد إلى وجود الفساد ومكافحة بكل الطرق إلا في العراق في العراق الحكومات هي من يسندها العصابات تسندها الميليشيات والميليشيات هي أساس الخراب وأساس الفساد وأساس كل شيء فوضى عارمة عندما لا يكون القانون هو الأساس عندما لا يكون القانون هو الحاكم للكل والرؤوس كلها متساوية في الفساد عام فساد في كل القطاعات والرشا في كل مكان وبالتالي ربما جاملوا العراق وخلوه وضعوه بالمرتبة 23 لأنه يريدون أن يظهروا أن هذه التجربة رغم كل التجميل رغم كل محاولات الترقيق لكن بعد العراق المرتبة 23 من بين الدول الأكثر فسادة في العالم بين 180 دولة مرتبة 157 ويد الدول العربية هو من مرتبة السابعة وإذا ما حكمنا بمنطق وعاقل هو من مرتبة الأولى لأن هذه الدول الأخرى أرتيريا وليبيا والسودان واليمن والسوري والسطوم وهذه ليست الدول حقيقة غالبيتها يعني لا تمتلك أي ممارد ومو قادرة تعيش وهو يعني متفوق عليهم بنقطين ثلاثة كارثة كبيرة ثروات هائلة كلها تبدد خمس سنوات هو في نفس الموقع ولسنوات طويلة كانت منظمة الشفافية الدولية تصدر تقريرها سنوة إذا بالعراق من بين الدول الخمسة رقم واحد بالعالم يعني رقم اثنين بالعالم بس أفغانستان تسبق في الفساد فهو أقع الحال هذه وعندما الآن تدقق بالدول الـ 23 تسبق في قائمة الفساد ستجد هذه الدول ستجد أرتيريا وتجد الليبيا وتجد الصومال واليمن وسوريا والسودان وتجد أفغانستان دول ودول بأفريقيا ما عرف وين وهذه إذا ما يعني كنا منطقيين وعمليين وبحسابات عملية سنجدها ليست الدول والعراق القم واحد في الفساد لأنه كمية الأموال التي تهدر كمية الثروات التي أهدرت منذ عام 2003 لحد الآن هائلة تزيد عن تريليون ونصف تريليون دولار أهدرت في مشاريع وهمية فأحزاب أحزاب تدعي الدين وهي بعيدة عن الدين وبعيدة عن الإسلام وبعيدة عن كل شيء وبعيدة عن الأخلاق تسرق وتنهب وتعتبر السرقة شجاعة وبطولة رجولة البعض يعتقدها والكثير منهم خرجوا على شاشات التلفزيون اعترفوا بأنهم صراق ولا أحد يحاسبه قضاء غائب غريبة عجب وبالتالي تقييمات منظمة الشفافية الدول يرغم أن نحن نتلم ملاحظاتنا عليها ونقول أن العراق إذا بمنطقية هو رقم واحد لكن مع ذلك هذه المرتبة مع كل التجميل مع كل يعني كل مساحيق التجميل التي وضعت على وجه العراق لكي يكون وجه هذا النظام موجه العراق حشر عراق وجه هذه السلطة التي تحكم العراق لكي تكون مقبولة مع كل هذه المساحيق وهذه الألوان لكن العراق المرتبة 23 من بين الدول الأكثر فسادة المرتبة 157 دولية المرتبة السابعة عربية كفر هذه قضية تدلل على أنه هذا النموذج الذي صنعتها أمريكا منذ عام 2003 نموذج فاشل رث دمر العراق خرب البلد ومكن الصراق والفاسدين من حكم البلد مع الأسف الشديد هذا واقع الحال وهذه التقارير الدولي التي تشير إلى ذلك وليس يعني البعض يتهم هذا ضد النظام وذاك ما أعرف شنو هذا يعني ما يحب الديمقراطية وهذا ضد الديمقراطية وهذا تابع للمدري النظام السابق وهذا النظام ملكي وما لا علاقة هذه الكذبة يكفي وصلت إلى أحدها أنتم مجموعة من الصراق الذين أوصلتم البلد إلى هذا المستوى من هو المسؤول عن وصول هذا المستوى وهذا السؤال ومعروف الجواب ومعروف من أوصل العراق إلى هذا المستوى ومن هو المسؤول عن كل هذا الفساد لا تتهمون نظام جمهوري نظام ملكي سابق كذبة لم يكن العراق في يوم من الأيام بهذا المستوى من الخراب وهذا واقعكم وهذا طبيعة حكمكم وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين فاستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة